السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة معظم اصحاب المواقع والمدونات جماعة بيقلقوا لما بيشوفوا القيمة الخاصة بالصفحات وخصوصا لما بيخشوا على قيمة الاسباب المؤدية لعدم فهرست الصفحات الحاجات اللي ظهر قدامك دي كلها متيلقش في حاجة كمان في ناس بتفتكر ان في مشاكل تقنية كبيرة جدا في موقعها وبتمل من وجود القيمة اللي ظهر قدامك دي عاوز اقول لك ان القيمة اللي ظهر قدامك دي هي عبارة عن اشعارات بتدي لك اعلام بان عندك حاجة في الموقع بتاعك او بتعرفك ايه اللي ماشي في موقعك بس مش انها مفروض تبقى مش موجودة اصلا لا طبعا كل مواقعنا موجود فيها القيمة دي والدليل على كده الموقع بتاعي شخصيا في القيمة زي ما انت شايف قدامك اهو وهشرح لك كل جزء منها بالتفاصيل دلوقتي اعمل بس اعجاب بالفيديو دلوقتي وبدأ اخش معاي في التفاصيل القلق بيكتر طبعا لما بيتلاقي معظم الناس اللي دخلين المجال جديد الرسالة جت لهم على الجيميل لما بيجي له رسالة على الجيميل من جوجل سيرش كونسول بالشكل ده بيقلق اكتر طبعا الموضوع مش مقلي يا جماعة والحاجة زي ما قلت لكم وهو جوجل سيرش كونسول ما اعتبرك انت مشرف من مشرف المواقع بيبعث لك اشعارات بين اللي حاصل في موقعك وباللي بيتم بس طبعا كل الحاجات دي انا عامل طلب اه يعني عامل مجرد ان انا عملت بدء تحقق علشان اصلى حاجات معينة حاجات اتزبطت وحاجات لا فبيجيب لي اشعارات وده امر طبيعي كلنا بيجي لنا الرسال دي خلاص دعا نبدأ بقى واحدة واحدة كده بالنسبة لبلوجر وبالنسبة لورد بريس برضو الموضوع يعتبر واحد افهم بس معايا التفاصيل وانت الموضوع بالنسبة لك بقى سهل وعمرك ما هتقلق من قسم الصفحات ولا الاسباب المؤدية لعدم فرص الصفحات اول حاجة صفحة تتضمن اعادة توجيه دي معناها ايه دعا نخش جواها كده ونبدأ نشرح الجزئية دي اضغط عليها كده وافتحها عشان نبص عليها نبص بص سريعة كده هنا بيقول لك في تلاتة وتسعين من الصفحات اللي فيها اعادة توجيه ده معناه ايه الصفحات اللي فيها اعادة توجيه اللي هي الصفحات الخاصة بالهاتف. اللي ظهر قدامك دي كل لها نتائج الهاتف الخاصة بمنصب نفسها. لما منصب بيكون شغالة بالنظامين اللي هو النظام الاساسي اللي هو اخره اللي هو نهاية الرابط بتاعك. ده الاساس اللي شغال على الكمبيوتر. والنظام التاني اللي هو علامة الاستفهام وام يساوي واحد دي نتائج الهاتف. وده انت مش مطلوب منك تعمل فيها اي شيء. ليه بقى مش مطلوب مني? لان دي تقنية شغالة في بلوجر نفسها. هو هنا مش في المواقع ما يعرفش بلوجر ولا يعرف هو هنا شغال على انه يقول لك ايه? الحاجة اللي عندك دي فيها كزا وده اعلام باشعار كزا. طيب هو دي مشكلة? لأ طبعا. دي مش مشكلة خالص. اللي ظهرين قدامك ده كلهم نتائج الهاتف وما تضرش في اي حاجة ما عندناش مشكلة فيها. يبقى كده الصفحة او الجزء الاولاني اللي هو صفحة صفحة تتمن قاعدة توجيه لو دست على بدء التحقق مالوش لازمة. لان انت مش محتاج تعمل بدء حقك بقى دي مش مشكلة اصلا. تعال نخش على الحاجات تانية. تم استثناء الصفحة من فهرسة بوسط اعلامة نو اندكس. لما اضغط عليها كده ايه معناها? هقول لك يا سيدو هقول لك برضو ازا كانت مشكلة ولا لا? شايف ايه اللي حصل قدامك ده? لو تاخد بالك كده? صفحة سياسة الخصصية. انا مناعة من الارشفة. وبرضو الجزء بتاعها الخاص بالهاتف منعم الارشفة. صفحة من نحن مناعة من الارشفة. انا اللي مانع. انا اللي مانع. منعت منين من علامات الرؤوس المخصصة. فاكرين? وده معناها ان برضو انا اللي عامل الموضوع ده بايدي هو بيقول لك اه انت استثنيت صفحات معينة من الارشفة بالعلامة دي. انا بقول له اه ما فيش مشكلة وانا كده وقاصد كده. ايه 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 داعي ان انا اعمل الصفحات دي تكون ظهر للمستخدم صفحة تتصل بنا مسلا ايه لازمتها صفحة الارشيف? فصفحات فاضية هي صفحات ثابتة مش محتاجة ان انا ارشفة. معنى الكلام ده يعني الجزئية التانية دي كمان. الجزئية دي مش مشكلة. والجزئية دي مش مشكلة. ودي علامة صحة عليها ودي علامة صحة عليها. تعال نشوف بقى الحاجة اللي بعد منها تم الزحف الى الصفحة ولا يتمي فهرستها حاليا. دي بقى مهمة. مهمة ليه? انت كمنشئ محتوى. لازم ان لو دخلت الصفحة دي او دخلت الجزئية دي. لقيت فيها رابط مقالة سليم زي ده كده. ده مطلوب ان هو يتقرشف مسلا. طب انت طبيعي جدا اضغط هنا عرض تفاصيل. واضغط على بدء التحقق. من هنا كده. خلاص. كده انت حليت المشكلة الخاصة بالجزئية دي. ارجع تاني للصفحات. اه تم الزحف. دي بقى احنا اجينا عند الجزئية دي. تم الزحف اللي الصفحة ولا يتمي فهرستها. يعني معناها ان الروبوت رحلها وشافها وقراها. لكن لسه ما تقرشفتش. انظيمة جوجل لسه ما حطتهاش في الدليل بتاعها اللي هو الارشيف. ودي بقى ارضو مفيش فيها مشكلة. انت كل اللي بتعمله بتعمل بدء التحقق وخلاص. في الجزئية دي. تعال بقى نشوف اللي بعدها اللي هو لم يتم العصور عليها ربعمائة وربعة. دي بقى اللي مشكلة. ليه? لان بكل بساطة الصفحات دي كلها اه كانت مؤرشفة في محرك البحث وابقاش لها وجود. حلها ايه بالنسبة لي? ان انا اعرضها بالكامل كده. واخد الرابط ده. نسخ كده. واروح على ازالة. عمليات الازالة. واعمل ازالة للرابط ده كده. ده صفحات كانت موجودة عندي. وانا اهملت وبواستها وبواست حاجة معينة والصفحة نفسها اضغيرت. او حزفتها من موقعي. بقت صفحة ربعمائة واربعة. بما انها ربعمائة واربعة المطلوب من ايه? ان انا خش قسم الصفحات ده بقى كده. واخد الصفحات ده كلها اعمل لها ازالة في مشكلة في المواقع. بس. طيب انا عدد صفحات ربعمائة واربعة كتير يضرني اه. لو انت بقدم بيقلل جودة موقعك. فانت لازم تحزف كل الصفحات دي. وهي بتتحزف تدرجيا بس بتاخد وقت كبير اول. صفحة بديلة تتضمن علامة اساسية. دي برضو وعرفنا ان دي برضو مش مشكلة كبيرة لكن انت ما بتخليش عندك في موقعك صفحات ربعمائة واربعة. نخش على بعد كده على صفحة بديلة تتضمن علامة اساسية. اضغط عليها. هيفتح لك نتائج الهاتف برضو. لان هي صفحة بديلة ديت هي عنوان تاني جوة موقعك بس بطريقة تانية. وده تخص منصب بلوجر برضو مش بحتاج انك تعدل فيها اي شيء. وده حاجة خير جاء عن ارادتنا احنا. يبقى احنا كده الجزئية دي برضو مش نعمل فيها حاجة. لو انت صفحة بديلة تتضمن علامة اساسية دست عليها بدء التحقق. مش هيعملك حاجة هترجع تاني بان هو يقولك فشل في التحقق او تعذر التحقق. اللي هي صفحة بديلة تضمن علامة اساسية. وده معناها برضو ان احنا نفس الحكاية صح. مفيش فيها مشكلة صح. صح. كل ده صح. مفيش في مشاكل. وعندي اشعارات خاصة بيه. كل ده صح. مفيش في اي حاجة. تم الحذر باستخدام روبوت. تعمل بص كده على ملف روبوت. بالنسبة لي انا اه طبيعي جدا عامل حاجات مخصصة في الموقع بتاعي من خلال ملف روبوت المخصص. ان انا مانع انه يقرشف لي الاقسام. انا اللي اقصد. انا اللي اقصد ان انا اعمل كده. الاقسام وصفحات البحث انا اقصد ان انا امنع ارشفتها. فده امر طبيعي. اللي ظاهر قدامك ده طبيعي جدا. ولو ده غطى على التحقق دي ملهاش لازمة. تبليه برضو ملهاش لازمة. لانه بكل بساطة انا اللي اقصد اعمل الحاجات دي بيدي. مش احنا في علامات الرؤوس المخصصة. هناك روحنا زبطنا العلامات كلها. بيجي لك رسائل بقى بان انت فعلا مانع بعض الصفحات اتقرشف. طب يا عم انا عارف. انا بقول له انا عارف خلاص. يبقى برضو مفيش فيها مشكلة. نسخة تبكي الاصل لم يختارها المستخدم نسخة اساسية. اما اضغط عليها كده. هبصة لقي عندي انا شفت ايه اللي ظاهر. كلها الكومنتات وديفولت والحاجات خاصة بالخلاصات. الفيديس بتاع الموقع. برضو مش مطلوب مني اعمل فيها اي شيء. وبس بها برضو. لو دغطت على اول كده هتلاقيها معظمها. بالمنظر ده. ولو دخلت حتى في صفحات موجودة هنا هي. كلها برضو مش مطلوب مني اعمل فيها اي حاجة. ولو دغطت بدء التحقق عليها. ممكن تلاقيها اختفت برضو. آآ نقش بقى خطأ في عادل توجيه. دي بقى المشكلة. خطأ في عادل توجيه ده معناه انك مش رابط بالمدونة بشكل صح. مركز قوي. آآ غير صفحة تتدامن قعادل توجيه ده موضوع مختلف. خطأ في عادل توجيه ده معناه انك في مشكلة عندك في الدومين وربط الدومين بالمدونة. دي بقى اللي فعلا مشكلة. دي اللي قدر اقول عليها مشكلة? لما اضغط عليها كده اشوف الصفحات المتأثرة واعمل ايه? لما احل مشكلة عديد توجيه خلاص بضغط على ايه? على بدء التحقق. انا بالنسبة لي هنا مفيش بدء التحقق علشان اضغط عليه لانه هي بالفعل خلاص تم التحقق منها وانتهت. دي بقى اللي احنا قلنا عليها يا جماعة اللي هي مشكلة خطأ في عديد توجيه. هنا نسخة تبكي الاصل اختار محرك البحث جوجل صفحة اساسية غير اختيار المستخدم. لما نضغط عليها كده هتلاقي انه بالزبط كده هي مقالتك العادية ما عندكش اي مشكلة فيها خالص. وده امر عادي لو دوست عليها بدء التحقق برضو مفيش فيها مشكلة. تعال نشوف الاخيرة بقى تم اكتشاف الصفحة ولما يتم بفارستها دي مهمة بقى. لما تلاقي عندك الاختيار ده. وعندك الاختيار ده. اضغط عليهم بدء التحقق. الاتنين دول. والبقيين طبيعي جدا مفيش فيهم مشاكل. تم اكتشاف الصفحة. لم يتم بفارستها. لما تشوفها اضغط عليها بدء التحقق. لما انا ضغط عليها بدء التحقق كان فيها خمس مقالات. الخمس مقالات ايه? تم التحقق بالنجاح وتأرشف وخلاص. وهم كانوا الخمس مقالات دول. فكده يا جماعة احنا شرحنا المشاكل اللي بتظهر لك في مشرفة المواقع بالكامل. وكمان الرسائل اللي بتجي لك هنا بيقول لك تم حل المشكلة. تمام? وهنا برضو بيقول لك تم حل المشكلة. يعني انا تعذر حل المشكلة. واحنا شفناها لانه فعلا انا عامل لبعض الصفحات وده امر طبيعي. الرسائل اللي بتجي لك على على كلها تخص اشعارات وبيانات بتعرفك ايه اللي حاصل في كونسل? واللي حاصل في كونسل بيجي لك البيانات الخاصة بما انك مشرف وصحب موقع. خلاص? الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها جماعة عادية وبسيطة. مش مقلقة. والاهم من ده كله لو انت لقيت عندك مشكلة عاوصة هنا. حلها في الحلقة دي. الناس اللي اللي ما قالتها مش بتتأرشف. اللي هم عندهم دي بتعد. دي بتعد. ودي بتعد. ومفيش ارشفة. ده معناها ايه? روح على الحلقة دي. هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو. دي الاساس اللي هيحل لك كل المشاكل. اهي. حلقة حل مشاكل الارشفة. طبعا كان مفروض ان انا نزل الحلقة اللي انا فيها دلوقتي بعدها مباشرة. لكن كان في حاجات لها او لو هي نزلت اه قبل منها يعني. فالحلقة دي هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو تحل مشاكلك لكن كان لازم اوضح يا جماعة ايه اللي حاصل في جوجل من اه المدونين والناس اللي بتقلق من رسائل اللي بتيجيوا هنا. اتمنى الخير وتوفير للجميع في النهاية اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.